عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع منطقة الفستاط وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء الأهمية التي توليها الدولة المصرية لمشروع تطوير منطقة الفستاط مشددا على أهمية العمل على تسريع معدلات تنفيذ المشروع من خلال دراسة ترحيب بعض مرافقه ومكوناته للتشغيل في أقرب فرصة ممكنة ووجه رئيس الوزراء بالاعتماد على أفضل المشغلين للمشروع حسب المرافق المختلفة وبما يسهم في توفير أفضل خدمة ممكنة